اشتركوا في القناة انا كنت دائما بهمني انه الكنيسة والعائلة والمدرسة يكونوا ماشيين بخط واحد امام كل التحديات اللي احنا بصددها في هاي الازمن اللي منعيش فيها وكتير مهم انه نلسق بناتنا عشان هيك انا راح احكي كتير بسيط وبدي اسمع منكم حتى نتبادل القراء ونشوف كيف بنقدر وبنبني جسور حتى يقدر يكون فيه تفاعل وفيه استمرارية وديمومة اللي انا بهمني كاوسكو في الكنيسة انه نقدر انه نكون في تناظم هاي المؤسسات التلاتة مع بعض البعض ونحن بصدد تطوير المدارس وبصدد انه الكنيسة تكون قريبة من البيت وبالتالي البيت يكون قريب من الكنيسة لانه عمالنا بنواجه كتير مشاكل بداخل الاسر المسيحية وهي المشاكل لها العديد من الاسباب بالطبع في عنا اسباب اللي عمالها بتجرف العائلة لمنحنيات غريبة عن تقاليدنا عن عاداتنا عن فكرنا المسيحي بمكنونه روحي وعشان هيك كتير مهم انه نحنا نتمسك بهويتنا المسيحية الكنسية بمجتمعنا اللي نحنا عايشين فيه وما يكون في عنا انسلاخ عن هاي الهوية وما يكون في عنا الانزلاق وراء العدوة من الغرب العمالها بتجينا لانه مجتمعنا هو مجتمع تقليدي وبالاخص بوجود وسائل التواصل الاجتماعي اللي عمالها بتأثر كتير على اولادنا فبالتالي البيت اصبح مفتوح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على مش بس على كل العالم ولكن على كتير من الامور اللي هي ابعيدة عننا وعن ايماننا وعن فكرنا وعن تقليلنا حتى عن مفهومة قيمنا الاخلاقية حتى يزابدكم فعشان هيك كتير مهم انه يكون في عنا وحدة حتى نقدر انواجه هذا الطيار اللي هو كتير قوي يعني مش لازم نستهين نحن بالطيار اللي قاتي علينا ومش قاتي هو اجا وهو دخل لمجتمعنا فبالتالي اصبح جزء من المجتمع الاردني المسيحي بالتحديد يعني كمثل بحكي قديش فكر اولادنا عماله بتلير وبتليم بطريقة مش سليمة لانحلال اخلاقي قيمي عماله بيكون في فكر ابناهنا كتير مرات تبرير لكتير من الامور اللي هي مش مشرعنة من عنا ولا من الكنيسة ولا حتى من مجتمعنا وسمحوني اذا انا كتير مرات بحكي ما بين المجتمع والكنيسة لانه انا بالمنظومة الاخلاقية نحن تناسيا لا نؤمن ولكن حتى تنازل مننا ورح اشرح لكم ليش بحكي بهذا الموضوع لانه البعض القيم الاخلاقية والمفاهيم الاخلاقية هي تتفاوت عبر المجتمعات فكل مجتمع له قيمه الاخلاقية اللي هي موجودة بدافله وهاي بتتفاوت ما بين مجتمع واخر وبعدين بصير عليها قبول وتطوير بالاستمرار في حين في التاليسة في عنا منظومة وحدة اللي هي منظومة وصايا وتعليم اللعن هذا كتير مهم وهاي المنظومة الوصايا والتعليم هي بالأبس واليوم وفي الغد وإلى الأبر هذا كتير مهم اللي يكون عنا فمعناته مش قابلة للتغيير ولا للتعديل في حين في المجتمعات برعبالها تتغيّم فمعناته المجتمع يعني بدي أعطي مثل كتير بسيط وهيك فاضح يعني يكون يعني مثلاً في الغرب ما عنده مشكلة إنه يكون متزوج وبعضين يصير في عنده صاحبة ولكن بيحكي لزوجته أنا عندي صاحبة فبدي ننفصل عشان ما بيصير يكون عنده تنتين مع بعض فبينفصل عن زوجته حتى يصاحب امرأة تانية فهيك هو بالنسبة له بمفهوم قيمه إنه هو صادق مع نفسه إنه هو راح وحكى لحد ما في فكر ولكن هذا الفكر بتنافع مع مسيحيتنا فأنا المقصود عشان هيك ولكن مع التطورات الصارق الأخيرة بكل هاي المفاهيم وبما يخص موضوع المثلية وموضوع ناس في العائلة يعني هاي القضايا اللي عمالها بتمس الأسرة وبتمس المجتمع وبتمس المفهوم القيمية الأخلاقية يعني لما صرنا نتكلم عن شاب وشاب بيسووا زواج ويسموه مقدس بين قسين في الغرب هاي تالثة بحد ذاتها هون منشوف قديش عماله الضمير البشري عماله بيعمل تنازلات أو لما يحكي هدول الشاب والشاب أو البنت والبنت بدهم يتبنوا ويصير في عندنا عائلة تمان هاي تالثة نصف الأسس ومبادع العائلة طب لوين نحن رايحين وهذا الإشي في الكتريك بيحكوا نحن بعاد عن هذا الإشي نبدأ أحكي لكم لا هذا الإشي عماله بازداد في مجتمعنا الأردني موجود يعني في عندنا ازدياد في العنس ازدياد في المثلية ازدياد في المخدرات والقحول والإدمان على التدخين وإلى آخره وصولا لكتير مستويات فبالتالي هاي مشاكل هي موجودة هون وعملنا منواجهها في محاكلنا الكنسية فبالتالي بكفي إنه نتخبى وراء أصبعنا ونحكي هاد مش موجود عنا موجود في الغرب لا إن عابينا وأصبح جزء مننا فلا يبطبنا نظلنا سكتين وديش مهم إنه نحنا نتوحد وعشان هيك هون بحكي إنه لازم يكون في عنا تفاغبنا بين بعضنا البعض يعني الأسرة والكنيسة والمدرسة لازم نمشي على خط واحد بهاي المواضيع حتى نقدر إنه نحمي أولادنا نعمل نظام حماية لمؤسساتنا إما مؤسسة البيت أو المدرسة أو الكنيسة اللي هي محمية بنعمة ربنا فعشان هيك هون هون المبدأ الرئيسي اللي نحن علينا وعشان هيك كتير مهم لازم يكون اهتمام منكم إنكم تكونوا وقفين مع الكنيسة في كل نشاطاتها وبما يخص بموضوع مدارس الأحد نحن كمطرانية وككنيسة عملنا من حاول أدمن نقدر إن ننطور في العمل بداخل مؤسسة مدارس الأحد أو في داخل مؤسسة الشبيبة أو في داخل مؤسسة سيدات الكنائس أو بالكشافة أو بكل هاي المؤسسات الموجودة بداخل الكنيسة يعني عملنا من قونها ولكن منحط لها بناهج يعني لأول مرة صار عنا منهاج لمدارس الأحد من الصف الأول للتوجيه وعنا باللغتين باللغة العربية والإنجليزية كامل أصبح عنا هلأ في البطرانية جاهز ورح يتوزع للمراكز عمالها بيصير في البطرانية دورات وعشان هيك اليوم حبيت رغة تيجي معي اللي هي نائبة مدير مكتبي واللي هي مسؤولة عن هذا القسم قسم الإرشاد في داخل مؤسسة مدارس الأحد ليش؟ لأنها حتى تقدر كمان هي تشرح لكم لوين نحن ماشيين بهذا القطر بهذا الإطار وتسمع منكم حتى يضيفوا عندي على كل اقتراحاتكم حتى نخدها نحن ككنيسة ونحولها لبرامج عمل لأنه بكفي نحكي كلام نحن في زمن اللي نازم نبني مؤسسات مقوننة يعني فيها القوانين وبالتالي ماشي بموجب مناهج وعارفين لوين رايحين ما بنقدر نظن ماشيين على السبحانية زي ما كنا أول يلتموا أكل من شاب وصبيت ويبلشوا يأخذوا الأولاد وكأننا موجودين بصف وكأنهم في المدرسة في عنا ألف باء يجوني هون على الكنيسة ويقعدوا يلقنوا فيهم أبانا النبي وقدوسنا النوون إلى آخره ولا هذا الزمن أكيد مهم الصلاة ومهم كثير غمور ولكن في عنا منهجية لازم تكون اللي نحبب أولادنا ونقرب منهم الإيمان المسيحي ونقدر بأسليم متنوعة تربوية اللي تنعكس على سلوكهم وعلى فكرهم فنقدر نتعاول من خلال مناهج معينة دقيقة مدروسة اللي فيها أبعاد تربوية فيها إيمانية فيها السلوكية فيها تفكيرية حتى نقدر أن تنعكس كلها على تربية أولادنا وللتالي الكنيسة تكون معاونة للأب والأم والجد والجدة في تربية الأولاد لأنه كمان عندنا مشكلة كبيرة هي المجتمع المشكلة الاقتصادية والبطالة في المجتمع فمعناته الأسرة مرحقة لأنه أصلا الأسرة بتمر في ظروف عديدة سعبة فبالتالي ما فيه تفرق للأولاد فيه اهتمامات تانية طاقية على العائلة من الأولاد فالأولاد عمالهم بخدوا فيه هرم الأولويات كثير برات بخدوا عدد كثير متأخر مش الأولاد من الأولويات يعني فيه اهتمامات كثير في العائلة قبل الأولاد فعشان هيك كثير مهم أنه نقدر الكنيسة تساعد الأهم والجد والجدة في تربية الأولاد ضمن كل هاي الظروف اللي نحنا منعاني منها أنا حبيت أحكي لكم أنه بهمني كثير أنكم تشجعوا أولادكم على أنهم يكونوا جزء وإنتوا تكونوا جزء من مدارس الأحد ومن هاي البرامج اللي نحنا بنتكلم عنها بكل أبعادها وبهبني منكم أنكم مش بس تكونوا مشجعين ولكن أنتوا تعطوا اهتمام أولوية يعني لهذا الموضوع ما تفكروا أنه سهل يعني ازدياد هاي المشاكل وهاي القضايا في مجتمعنا هي بتسبب أزمات عمالها في العائلة وما نفكر أنه هاي بعيدة عننا يعني مثلا موضوع العنف موضوع المخدرات الحقيقة موضوع المثلية مواضيع عديدة اللي عمالنا منشوف الأولاد أو موضوع للحاد مواضيع كتير خطرة يعني تطلعوا عمالهم بيجوا للأولاد إنهم يعطوهم صورة يعني كون ملحد ينتمدر يعني كل ما قد شو هذا الإشي بكون مؤمن هذا إشي والله عليه الزمن بيجوا بيحكوا للأولاد من خلال كل ما ببررورهم عليه عبر كل وسائل التواصل وقتير مرات حتى في المدارس يعني المدارس بتشوفوا والجروبات اللي فيها الإرحاد هي الجروبات الواو بين قساب بيسموها يعني هي الحديثة مش الرجعية فبالتالي الأولاد بيبنش يتعرضوا لبولينغ في داخل المدرسة نفسها من أصدقائهم فبالتالي الأولاد بيبروا في ظروف سعبة في شلالية بداخل المدارس في العديد من الأمور والقضايا اللي حتى المدرسة مش قادرة تعالجها ولا قادرة إنها توقف أمامها والأهل مش عارفين فيها والأولاد بيوجهوها في المدارس وفبالتالي بتطروا إنهم هن يدخلوا بهال الطيار حتى يقدروا إنهم تعيشوا في المدرسة ولما بقدر يعيش رح يكون منبوذ والشعور بينه منبوذ تنعكس عليه نفسيا عشان هيك عنا كثير مشاكل نفسية بيعانوا منها أولادنا في داخل أسرنا وقاد بابي كبير وهذا الباب النفسي إنه بنعكس على السلوك في كترين من الأهل مش مدركين إنه بداخل بيتهم في عندهم أولاد محتاجين لأطباء نفسيين وصار الطبيب النفسي كأنه إيشي ممنوع أو حرام أو عيب لا يا أبنائي الطبيب النفسي في حالات كثيرة نحن منكون محتاجين لإلأولاذ بيتدخل وكثير برات كمان الأباء الروحيين وسر الاعتراف مهم ولكن سر الاعتراف بمشي لحد معين ولكن كمان في عنا دور للطبيب النفسي في حالات عديدة كل هاي القضايا لازم نتعامل لازم نشوفها مع بعضنا البعض حتى نقدر إنها نحطها أمامنا مش بس ندرسها ولكن نلاقي طرق علاج لإلها ونحط برامج عشان هيك نحن بالمطرانية حطينا برامج ما بدي أحكي أكتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر